اتهمت قوات البشمارك الكردية تنظيم الدولة الإسلامية بالمسؤولية عن تفجير دير للراهبات في قضاء تلكيف بمحافظة نينة وشمال غربي العراق وقالت مصادر كردية أن عناصر التنظيم فجروا الدير بعد إخلائها مما ألحق أضرارا بالمبان المجاورة كما شرم التنظيم هجمات صاروخية على مواقع أمنية تابعة لقوات البشمارك في بلدة تلسقف التي تقطنها أغلبية مسيحية شمالية الموصلة هو ما أصفر عن إصابة عدد من المقاتلين الأكراد